لأننا نعيش في نظام السنن الكونية التي لا مجال فيها للمغامرة ولذلك لما استفرغ النبي جهده في اتخاذ الأسباب جاءه معود الله معجزات استثنائية تسيخ قدم سراقة يصرف الذين وصلوا إلى الغار معنهم قد وصلوا إليه لأن الله عز وجل قد أمده بجنود لم تروها إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا معية الله له هي التي جعلت هؤلاء يطوفون حول الغار ويرجعون يعني بعد أن قطعوا كل تلك المسافات رجعوا فالشاهد من هذه القصة يا أحبابي أن النبي استفرغ الأسباب وأن الله عز وجل أجراه وفق السنن الكونية يقطع الطريق في المدة المعتادة ما طويت له الأرض سار ثمانية أيام كما يسير أي مسافر غيره طيب أين البراق الذي قطع به الطريق بين مكة وبيت المقدس بسرعة الضوء يعني البراق كان يسير بسرعة الضوء لأنه يضع حافرة حيث ينتهي بصره طيب أين البراق؟ ما أتى البراق هنا الهجرة في عالم الأسباب ولذلك نحن اليوم في جهادنا ودعوتنا ينبغي أن نسير وفق عالم الأسباب ونعلم أن المعجزات ذهبت مع الأنبياء وأننا نبل جهدنا بحسب وسعنا والله عز وجل يتولى أمر دينه ولم يأمرنا الله عز وجل بمغامرات غير محسوبة ولا باقتحام الهلكات وإنما تعبدنا بحسب وسعنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ونحن مطالبون بتحقيق الإصلاح في أفق استطاعتنا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ترجمة نانسي قنقر